وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر أيها النبي حين رفع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قواعد وأسس الكعبة المكرمة واذكر أيها النبي لليهود والنصارى الذين يدعون كذبا أنهم على منهاج النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم لا يتبعونه ولا يحجون البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام واذكر أيها النبي أيضا لمشرك العرب الذين يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ولا يتبعوا نفس الطريق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت لماذا جاء الفعل يرفعوا في زمن المضارع لأن الله عز وجل أراد منا أن نتصور وأن نعيش هذه اللحظات المباركة وإبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت ويساعد في ذلك إسماعيل عليهما السلام وهم يتضرعان في خوف ورجاء أن يتقبل الله منهما هذا العمل وتخيل معي أخي الكريم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وليس معهما سلما ولا سقالة ولا أدوات بناء حديثة بل مجرد أدوات بسيطة ورغم ذلك قام بكل تفاني وحب ويا له من عمل شاق ولكن في سبيل الله دهون المشاق نعم أشرق إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام في العمل الصالح وإشراك الأبناء في الأعمال الصالحة ولو بقدر يسير يساعد في تنشئتهم تنشئة طيبة فإذا أردت مثلا أن تتصدق على فقير فأرسل ابنك الصغير بمال الصدقة إلى الفقير ليتعود على فعل الخير وإذا أردت مساعدة الأرامل واليتامة والمساكين فأشرك ابنك في العمل واجعله قائدا لهذا العمل وكان إبراهيم عليه السلام قبل أن يرزق بإسماعيل كان دائما ما يقول إسمع يا إيل وإيل باللغة السريانية معناها الله فلما وهبه الله إسماعيل سماه إسماعيل ولماذا فصل الله عز وجل بين إبراهيم وإسماعيل في هذه الآية الكريمة فقال الله تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ولم يقل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وذلك يرجع لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي كان يبني وإسماعيل يساعده في البناء فكان لابد من التفريق بين الباني الأساسي والتبع المساعدة له فذكر إبراهيم ما جعل ذكر إسماعيل يغيب وذكر إسماعيل ما تغى على ذكر إبراهيم وكما أن للبيت قواعد تحفظه يجب أن يكون لإيماننا قواعد وقواعدنا هما الكرآن والسنة والبيت هو الكعبة المكرمة بإجماع العلماء قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام خياما للناس ترجمة نانسي قنقر